وحقيقي انه كتير مننا كمان كبار بيشتكي ان احنا بقينا بننسى يعني كنا زمان موضوع النسيان ده دايما نقول عليه انه هو يعني في سن الاكبر شوية او علامة من علامات الشيخوخة او كده واسه واضح ان الشيخوخة بضرت معنا شوية اليوم من دول لا خالد بس ايه في حاجة المسؤولة عن موضوع النسيان ده واحنا اكبر ايه بقى النيتروفونات دي ليه علاقة بشوية بالذاكرة فتلاقي مثلا ان انت خدت دلوقتي عادنا نتكلم ساعة فخدت الحصيلة عشر دقيقة ده لها مليون سبب مليون سبب الضغط النفسي ممكن يعمل اكتر من كده عشان اما يتخذ وقود اما زي البنزيم اللي بيتحرك او اما بقى يبقى ضغط نفسي مش قادر تتعامل معه فبيأثر في انسداد المسؤولات العصبية وبيعمل حاجة اسماء المادة اللي بيضل في المحور العصبي الموجودة في النقلات العصبية بتاعة المخ بتزيد فبتبدا يتحسي انا مش مركزة انا مصدع طول وقت انا مش قادر يركز حتى في شغلي الايكول بتاع الشغلي انت مطلعه مش انا مش احسن حاجة فده بيأثر اكيد بالتقاء على التركيز وعن التركيز وده بتحسنه ازاي يا دكتور طيب احنا بقى بنعمل ايه بنعمل حاجتين حاجة في البرين وحاجة في المنتالتي بنعمل حاجة في المنتالتي بنتكلم ازاي نعمل بريم ماب بريم ماب يعني نبدأ نغيره واقع يعني بريم نبدأ نحط اسئلة واجابة عشان نحاول نعدي حاجة اسمها منتا الاكاونت ومنتا الديركشن يعني ايه يعني بيقول مثلا هل الضغط النفس في حياتنا هينتهي الاجابة هي لا فاحنا لازم نتعامل معه فبنيجي بقى السؤال البعض طب انا مفروض انا عامل ايه اللي انا مخطط اللي انا عايزه فده بيقولون هدف عند النجوم وهدف عند الامر هدف بعيد عشان يبدأ البني ادم يحس بتجديد الطاقة وانهو عايز يعمل حاجة بعيدة طولة المدى وحاجة قصيرة فبنبدأ نغير الروتين خالص من انا مضغوطة لأ اله الطوبيك اللي انا عايز اعمله وابدأ اعلم عليك كل يوم فده بيعلي الاندروفين وبيعلي السرطونين وبيعلي الدوبامين في المخ ماشي فبيبدأ يشعر بالسعادة فبيبدأ معدل الضغط النفس الادرانين والكرتزول بيبدأ يقلو فبيبدأ هلمونات السعادة اللي انت ممكن تغذيها في دواء وده طبعا صعب جدا تغذيها دواء تبدأ بموجود بس بشكل طبيعي بتكون انت المتحكمة في الهلمونات تحت المخ فيبدأ المنتاليتي او حالة من السعادة بتكون عندك بعد كده بنبدأ نحط الموديفيشن ايه ده وفع اللي تخليك عندك استمرائف ده عشان انت اللي تكوني انت حاجة فيه كتاب اسمه تعلم قيادة افكارك اللي انت تتعلمي القيادة او السواقة بتاعت التفكير بتاعت المينسيت عشان دايما بقول معظم الضغط النفسي المفروض دايما اللي المخ هو اللي بيسيطر على المينسيت او التفكير بس احنا العكس بيحصل لما بيكون مضغوطين ان التفكير هو اللي بيسيطر على المخ تاني حاجة فقط برينجيم بنبدأ نعمل تدريبات تخرجنا خالص بقى برا مود تماما يعني بنبدأ مثلا حاجات الخرز اللي بيعملها دي ابيض واصفر وحاجات دي فيها تدريبات اصفر وابيض والحاجات دي كلها بتخرجني خالص برا مود وبتخليني مالتي تاسك وفي نفس التوقيت ممكن عد بنعمل مثلا بقرق قصة معينة قبل ما نام بعد كده بصحى بسرد بفتكر نفس احداث الطوبة كلنا اريطها في القصة عشان ازود تركيزي بابدأ اراها دلوقتي او خلي حد يقولها لي بعد كده بابدأ ارجعها مرة تانية بابدأ يبقى فيه الشتات محطوطة فيها ارقام معينة محطوطة وبعد ارقام عكس التانية بزود الشتات اللي فيها المشتتات اكتر عشان خاطر ازود تركيزي فيه لدريبات لسرعة الانتباه لطيفة جدا عبارة عن ايه الوان مثلا كبايات فيه ست الوان واحنا دايما بقولك مثلا واحد زياد واحد ممكن حد يجاوب في ثانية في حد يجاوب في نص ثانية طبعا كل واحد على حسب قدراته بالزبط ده بيعملوه بقى في تدريبات فتلاقي مثلا كباية جوه جوه كباية الخضرة فيجيب لك اللون الازرق فتغيرك كباية بسرعة بيعملك الفواصل بيخليك عندك سرعة رد الفعل او قوة ملاحظة اسرع فتلاقي نفسك استجابتك اسرع فبيأثر بيزود تلقائي على التركيز اشتركوا في القناة